أهل الأسف عشان الوقت بيجري مني جدا للأسف يعني الحوار الموم تقول أنت كان نفسك نقل لكالم على الكابتن سبير وأنا بتاعك نفسك نقل لكالم على الكابتن سبير فهو اللي خاد الوقت رحمة الله عليه الزكرى الطيبة محمد صلاح بهذه القيمة العالمية الكبيرة تأثيره على القيمة التسويقية لمنتخب مصر والاتحاد الكوري يعني أنت راجل مدير تسويق في اتحاد المصر والكابتن عندك أحد زي محمد صلاح ده تمنه فلوس اسمه فلوس بالتأكيد يعني ده مفيد فعلا لمنتخبنا الوطني أو القيمة التسويخية لمنتخبنا الوطني أنا بهنقه أول على الإنجاز التاريخي اللي أعملوا مبارح هو بصراحة بيضرب أرقامك يا سياد دايما ومشرفنا يعني هو أنا دايما بقول في آخر عشر سنين هو من الإنجازات الرئيسية في الكرة المصرية هو محمد صلاح مية في المية بصراحة يعني طبعا محمد صلاح طبعا موجوده في المنتخب قيمة كبيرة جدا ولكن زي ما بقولك برضو كل أربع سنين اللي فاتوا تغيير المجالس وتغيير الكرارات مش قادرين إن احنا نعمل مع صلاح حاجة نعلي بيها لقيمة التسويخية بتاعتنا كالتحاد كرة مش قادرين نستفيد من قيمة محمد صلاح في الكيمة التسويخية للأسف للأسف طبعا انت عارف من كم سنة حصل شرخ شوية في الحتة بتاعت التسويق وكده نظرا لموقف معين ولكن الحمد لله قادرنا نتدرج ده من ساعتها والعلاقة طيبة جدا معاه بس بنحاول إن احنا يعني ما نخشش معه في الحتة الكميرشل يعني الحتة الكميرشل برضو ايه فيها فيها قلائل شوية ولكن احنا احنا طبعا بنتشرف إن عندنا لعيب مصري من أحسن لعيبة في العالم مهم وكيمة كبيرة جدا مهم آآ كابتن منتخب مصر وهو حقيقي من ساعة ما بقى كابتن منتخب مصر الكاركتر بتاعه اختلف يعني بقى كابتن صح كابتن فعلا يعني صح نتمنى إن احنا نستفد بمحمد صلاح كقيمة عالمية كبيرة جدا احنا عقود الرعاية بتاعتنا يمكن بتختلف شوي عن العقود الرعاية بتاعته وده اللي مخلي الحتة دي لسه مش قادرين إن احنا نطلقى فيها نطلقى فيها هل فعلا فيه شركة ملابس جديدة أخرى بصدد لاتحاد المصري قدر بتعاقد معها؟ والله طبعا تعرفش أنا مش جاي أتكلم في اتحاد الكورة هنا بس نا بس عشان ده بس آخر حاجة وهاختب بيها ده كتير منشور في الإعلام وفرصة هو أنت موجود توضع والله حقيقي لا التحاد الحالي عمل مجهود كبير جدا في الحتة ديت وبنسبة كبيرة جدا هيتم التجديد مع الشركة الحالية تجديد الشركة الحالية ولكن بخيمة أكبر بكتير من اللي كانت موجودة حيل حيل شو ده آخر سؤال وسهل شو ده آخر سؤال وسهل